اشتركوا في القناة لمن لم يرى الفيديوهات السابقة فمن الأفضل الرجوع إلى الدورة التكوينية لأن هناك مصطلحات كثيرة لن نعود لشرحها في كل مرة في الفيديو الأول رأينا نواجها ثم رأينا سيكون ستة جالة وتوقفنا هنا قمنا بدراسة فقط هذان الزران وبالآن نمر إلى هذه الأزرار هنا فهنا عندما نختار هذا الزر لاحظوا ماذا يوجد هنا إنه سامبول عندما نذهب إلى بخو بخيتي ونختاره فهو بوطن هنا بوطن بوطن اسمه مئة وستة عشر داخل هذا البوطن ماذا يوجد؟ نقوم ندخل إليه لنرى ماذا يوجد هنا هنا فيه فقط العنوان وهذه الحرة تشاهدون فالأمور عبارة خدع بسيطة ماذا يوجد هنا؟ تشاهدون فهي حركات بسيطة ولكنها في النهاية تكون النتيجة جيدة هنا عملت بالانتقبلسيون دوموفمو والألفا زيرو كما تشاهدون عندما سأختار هذا الشكل نقوم بإغلاق هذا نذهب إلى هنا كما تشاهدون فالأمور عبارة خدع بسيطة هذا غرافيك غرافيك ولكن لا يوجد أي شيء هنا ماذا يوجد هنا؟ هذا أيضا غرافيك يدخل الغرافيك لا يوجد هنا الغرافيك يوجد خارج آه هذا ماسك هذا كالك ماسك هنا إذن فهمنا القصة هنا فهذا كالك ماسك عندما نقوم بإقفاله ينجح دوره عند إقفال عند عملية الإقفال فهذا ماسك قمت بوضع هنا ماسك لماذا قمت بوضع ماسك لكي أتجنب عندما يدخل لكي يدخل فقط من هذا المكان فهذا كالك ماسك ومن أين تأتي هذه الحركة؟ تأتي من خارج أضغط على كوندخل وآلت وأسباس وأقوم بالتصغير إذن فهي توجد خارج مجال العمل خارج مجال العمل وتتحرك نحو الداخل هنا تصل إلى هذا المستوى ثم تعود للخروج مجددا وتتوقف هنا غالبا سيكون ستوب نعم ستوب هنا ستوب فهي خدعة بسيطة لاحظوا كيف يحدث ذلك فتدخل ثم تخرج ثم تعود إلى هذا المستوى لهذا المستوى نقرتين فوق اليد وهذا ماسك لكي يظهر الدخول فقط منه نقوم بالتجربة بمجال فقط هذه الحركة كما تشاهدون فهي تتم بهذا الشكل تمت بسرعة لأننا عندنا ستوب لا يهم نعود إلى السيناريو هناك كتابة في النهاية هناك كتابة هذه الكتابة توجد هنا توجد في النهاية كتابة لكنها لا تظهر الآن إذن فهي مخفية بطريقة غالبا هي هذه غالبا هي هذه الكتابة أقوم بإقفال الماسك وأزيله إذن فالكتابة ستكون هي هذا المربع هذا المربع الأزرق السغير ستكون الكتابة أقوم بإغلاق هذا أيضا أذهب إلى هنا وأنقر نقرتين نعم هي الكتابة كما تشاهدون فهي الكتابة توجد هنا إذن فهي سامبول هي سامبول سامبول ننتقل به من هنا إلى هنا بهذا الشكل ولكن في هذا المستوى فهو غالبا عنده ألف صفر نعم فيها ألف صفر ينتقل من ألف صفر إلى ألف مئة فيظهر إذن فالأمر مجموعة من الخدع هذه فقط خدع بصرية وانتقالات كما تشاهدون فالأمر في نفس الوقت بسيط وفي نفس الوقت معقد بسيط لأنه أساسيات بسيطة هنا عملت بالانتقالات ويمكنكم أرجوع إلى الفيديو وهي مجموعة حركات عملت بالمسك وهناك فيديو خاص هناك فيديو خاص وعملت بالكالكات وهذا أيضا رأيناه في كيف يستخدام الكالكات في فيديو خاص وستوب رأينا فيديو خاص بتحكم التحكمات ومن أهمها ستوب التي نقوم بها والنتيجة هي هذه الحركة عندما نقوم بتجربة Alt و Control و Control يلاحظوا الحركة التي ستعطينا في النهاية هذه الحركة فهناك ماسك يقوم بعملية الإخفاء وهناك أيضا تأثير قمت بإضافة تأثير الضل تأثير الضل منعيد Alt Control On Trey لاحظوا ماذا يحدث بالضبط حتى الكتابة تظهر بشكل تدريجي بهذا الشكل يظهر العمل على أنه عمل احترافي بنفس الطريقة تم إنجاز جميع هذه الأزرار هنا أمر تقني لا نقوم بإنشاء الأزرار في كل مرة فهذا مكلف ومكلف جدا قمت هنا بإنشاء فقط هذا زر انظروا كم من مرة قمت باستعماله فعلا أخذ مني وقت أن تعمل على كل هذه الأمور ثم الكارك ثم هذه الأمور فهذا استغلق مني وقت فعلا ولكن قمت بعمله لمرة واحد لمرة واحد ثم قمت بعمل ديبليكيت قمت بإنشاء نسخ إضافية رأينا أيضا هذا في أحد الفيديوهات هناك فرق بين كوبي كوري أو كونترول د التي تعطينا نفس الشكل هناك طريقة أننا نقوم بإنتاج نماذج مختلفة في الإسم عندما نذهب إلى بيبيوتك فنجد أننا قمنا بإنشاء سامبول جديد مختلف تماما في الإسم لكن انتبهوا لبعض التفاصيل هنا العنوان سيتغير بطبيعة الحال هذا أيضا سيتغير هذا العنوان الذي يوجد هنا متأثل من وجوده هذا العنوان سيقوم بإخفاء كل هذه الأمور ليبقى فقط هذا العنوان هذا العنوان سيبقى إضاءة مصباح ببطارية سيبقى عندما أقوم بإنشاء نسخ من هذا الزر وهذه أيضا نقوم بمعالجتها لاحقا ندخل إلى الزر ونقوم بتغيير في كل مرة نغير العنوان لا ندخل إلى داخل الزر إذا دخلنا داخل الزر وغير سيتغير في جميع الأزرار هذه الأمور توجد في الفيديوهات السابقة وبأمثلة توضيحية تأثير الدخول إلى سامبول والتغير بداخلي وكيفية تجاوز هذه المشكلة يمكن إعادة شرحها الآن ندخل إلى الزر بنفس الطريقة جميع الأزرار إذن فقد قمت بإنشاء زر واحد وقمت باستنساخه هنا خمس مرات واستنسخته هنا خمس مرات وهنا خمس مرات وهنا خمس مرات يعني استفت من الزر بشكل كبير كبير جدا بطبيعة الحال أعيد وكرر لا يمكن لشخص لم يرى فيديوهات التدريبية أن يتتبع ما نقوم به الآن فالأمر يظهر له الآن على أنه غير مفهوم من الأفضل أرجوع للفيديوهات وتتبع الدورة من بداية إلى نهايتها لمن يريد إنتاج معينات رقمية لا بأس بها كان هذا كل ما يتعلق في هذا الفيديو قمنا بدراسة فقط هذا الزر وسننهي الفيديو بمعرفة إلى أين سينقلنا هذا الزر عندما نضغط عليه نضغط على Alt Control Entre وسنرى هذا الزر عندما نضغط على هذا الزر سينقلنا إلى هذا المكان مثلا نتأكد من الأفضل إغلاق مثال هذه الأمور كل مغلقة من أفضل إغلاق الأمور الأخرى لكي لا تزعج هذا بوتن اسمه 116 بوتن اسمه 116 لكن لاحظوا جيدا بوتن 116 نعم اسمه بوتن 116 116 نختار 116 إلى أين سينقلنا 116 أضغط على F9 أخطار أخطار هنا يمكن أن يكون هذا أو هذا 116 هنا فقط stop 116 116 116 116 116 سينقلنا إلى الصورة الثانية Go, Do and Stop ستتوقف يمكنكم الرجوع إلى الفيديو لأنه يتعلق بالتحكمات وستجدون كيف نقوم بإنشاء بخطوات بسيطة نقوم بإعطاء هذا الأمر Go, Do and Stop إثنان ماذا يوجد في إثنان توجد التجربة هذه تجربة إضاءة النسباح توجد هنا التجربة التانية توجد هنا التالت توجد هنا الرابعة توجد هنا الخامس توجد هنا ثم قائمة الدروس الجديدة مرجو رجوع للفدي السابق لمعرفة أين توجد هنا ثم تنقلونا إلى التجارب الخمسة قائمة الأخرى تنقلونا إلى الخمسة القائمة الأخرى تنقلونا الى الخمسة في الفيديو اللاحق ان شاء الله سنقوم بدراسة هذه التجارب تجربة تجربة وكيف اقوم بانشاء هذه التجارب